أعلنت وزارة المياه والري عن توقف الضخ المائي عن مناطق شمال الكراك يومي الأربعاء والخميس المقبلين بسبب ربط خطوط رئيسية جديدة وإدارة مياه محافظة الكراك أوضحت أن إيقاف ضخ المياه يأتي بهدف القيام بربط مناطق شمال الكراك التي تتزود من محطة مياه لغوير بشبكة جديدة بعد استكمال تنفيذ خطوط الرئيسية لتعزيز التزويد المائي لهذه المناطق وأشارت إلى أن هذه المناطق تشمل قرية باتير وقرية جريفلا والمنشية الحي الشرقية واليوبيلة